أجرت إسرائيل يوم الثلاثاء انتخابات برلمانية وهي المرة الخامسة التي تجري فيها انتخابات برلمانية في السنوات الأربع الماضية وقد أظهرت استطلاعات للرأي وجريت مؤخرا أن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح موضوعا جديدا يثير قلقا كبيرا لدى الناخبين الإسرائيليين تكاليفة معيشة في إسرائيل باهظة ثمان أنا محام وزوجتي عاملة اجتماعية نمى المسبح حتى الليل بضافة إلى تكاليفة عام وفواكه ومعيشة ويجار لا يمكننا توفير كثير من رواتبنا وفقا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل في أوائل شهر أكتوبر وصل معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال الاثنين عشر شهرا الماضية إلى أربع فاصل ستة بالمئة متأثرا بعوامل مثل أزمة الطاقة الأوروبية والسياسات التضييق النقدي في مختلف البلدان والصراع بين روسيا وأوكرانيا متجاوزا النطاق المتوقع كما ارتفعت أسعار الإيجارات السكنية بسرعة خلال العام الماضي ارتفعت العديد من التكاليف إلى مستويات عالية بما في ذلك الطاقة والغذاء والخضروات والنقل أسأل المواد الغذائية في المهلات المرتفعة الحليب والخبز وغيرها لدي سلاسة أطفال لدي دوت كثيرة لإتمامهم الأسعار تشهد ارتفاع مستمرا سعر كل شيء تقريبا نشتريه يرتفع مقارنة بتكليفة المعيشة متوسط داخل ليس عاريا في نهاية كل شهر ينفق الكثير من الإسرائيلين جميع أنوارهم بالإضافة إلى المواد الغذائية سجلت أسعار البنزين على مستوياتها على الإطلاق في يوليو من هذا العام ارتفع سعر البنزين رقم 95 بسرعة من حوالي 6.3 شيكل إلى حوالي 8 شيكل للتر الواحد واضطرت وزارة المالية الإسرائيلية إلى خفض ضريبة المحروقات بشكل كبير لوقف ارتفاع سعر البنزين مؤقتا سعر البنزين على ندولاران لليتر كان 1.5 دولار قبل الجيحة يجب أن تنخفض أسعار البنزين أن أنفق ألفين دولار شهريا على البنزين وبحسب استطلاع أجره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أغسطس من هذا العام فأن حوالي 44% من الناخبين الإسرائيليين قلقون أكثر من ارتفاع تكاليف المعيشة في هذه الانتخابات العامة لذلك أصبحت القضايا الاقتصادية هي محور هذه الانتخابات وطرحت مختلف الأحزاب السياسية مقترحات مثل التخفيضات الضريبية لجذب الناخبين ترجمة نانسي قنقر